292 مليون دولار واردات العراق اليومية من النفط بتصدير يبلغ ثلاثة ملايين ومائتين وخمسين ألف برميل بقيمة تتجاوز تسعين دولارا للبرميل الواحد مبالغ تثير التساؤل عن مصير هذه الأموال وإلى أين ستذهب في ظل أزمة سياسية قد تطول معها قضية تشكيل الحكومة وتمرير قانون موازنة العام الجاري لا سيما في ظل الفرق الكبير بين التقديرات السابقة لسعر البرميل في الموازنة وكذلك يسأل المواطن عن إمكانية استغلال الفارق في تغذية الميزانية الاستثمارية بالأموال لتحريك المشاريع ودفع الديون المحلية أسئلة يجيب عنها المتخصصون دعم القطاعات الإنتاجية يعني استفاد من هذا الفرق في دعم القطاع الصناعي والقطاع الزراعي والسياحي لأخلق دخل غير الدخل النفطي غير الريع النفطي وهذه فرصة وأحمل موازنة من الفساد وتكون موازنة مهنية موازنة برامج وليس موازنة بنوج لأحقق قفزة اقتصادية كبيرة وهذه الفرصة ربما قد لا تتكرر ومن الممكن أن تجرى نقاشات سياسية موسعة لعادة النظر بالسياسة النقدية لما شهدته من عملية تغيير في سعر صرف الدولار الذي أسهم بتضخم الأسعار محليا الذي يمثل حاجة عاجلة لمعالجته بما يتوافق مع مصلحة المواطن إذا عدت موازنة 22 وأنا أعتقد لن تعد لأن الموضوع لحد هذه اللحظة لا يوجد برلمان لا يوجد حكومة تستطيع أن تقوم بهذا العمل يجب أن يتغير سعر سعر البرميل لهذا العام حتى يتلاءم مع صرفيات العراق خاصة أني أعتقد أن موازنة 22 ستكون 160 تريليون دينار عراقي ومن المتوقع أن يصل مجمل الإيرادات النفطية إلى ما يقرب من 115 مليار دولار في ظل التفاؤل بالأسعار النفطية التي قد تجتاز حاجز المئة دولار للبرميل الواحد خلال 2022 وقد يحقق العراق بذلك أعلى الإيرادات السنوية بتأريخه الاقتصادي في وقت تحدد فيه الموازنة العامة سعر برميل النفط بـ 45 دولار مع عجز افتراضي والتزامات بالإنفاق يرتفع سعر البرميل إلى أكثر من الضعف الأمر الذي يستدعي تغييرا في السياسات الاقتصادية للبلد بعد تعافيه من الأزمة الاقتصادية من بغداد ناس يوسف قناة الفلوجة